تحويل فيلم أنيميشن إلى أدوار حقيقية بمعنى أن يتم إعادة تصويره لكن بممثلين حقيقيين لا تعتبر مهمة سهلة مطلقا فغلبا ما تصبح النتيجة النهائية للفيلم سيئة للغاية بحيث لا يثير إعجاب الجماهير أو النقاط لكن من جانب آخر يقال إن ديزني التي تعتبر من أضخم شركات الإنتاج السينمائي في العالم أجمع تعمل الآن على إعادة إنتاج واحدة من أعظم أفلام الأنيميشن في العالم لتحويله إلى فيلم وقعي وهو فيلم دراغ بول أجل تماما كما سمعتم فوفقا لبعض المصادر تستعد ديزني الآن لتجهيز طاقم من الممثلين الحقيقيين للمشاركة في تمثيل هذا الفيلم الذي وفقا لما صرحته تلك المصادر ستكون له ميزانية ضخمة بالإضافة إلى أن طاقم الممثلين سيكونون أسيويين بالطبع أثار الخبر الكثير من الجدل فقد حاولت هوليوود من قبل إعادة تصوير دراغون بول بأشخاص حقيقيين وكان عنوان الفيلم دراغون بول إيفولوشن والذي تم تصنيفه مؤخرا كواحد من أكثر الأفلام المكروهة في تاريخ السينما لكن ربما سيختلف الأمر مع ديزني فيقال إن ديزني لن تصنع فقط مجرد فيلم بل ترغب في أن تصنع تاريخا جديدا من دراغون بول حيث سيصبح هذا الإنتاج الجديد بداية لملحمة طويلة من الفيلم الأنمي الشهير في الواقع هذا ليس أمرا مستبعدا فكما تعرفون قصة دراغون بول قصة طويلة للغاية الجدير بالذكر أن تصوير فيلم روائي مقتبس من فيلم أنمي لا يتطلب فقط تأثيرات وغرافيك احترافي وسناريو عظيما بل أيضا يحتاج إلى طاقم من الممثلين القادرين على نقل نفس صورة وطابع الفيلم الأصلي وقد انتشر خبر في الساعات الأخيرة بأن ديزني اخترت أخيرا الممثل الذي سيتولى دور جوكو الذي يعتبر أهم شخصية بدراغون بول وهو ممثل كندي ذو أصول صينية في الثانية والثلاثين من عمره ويدعى اللودن لين الجدير بالذكر أن اللودن لين هو من تولى تمثيل دور زاك الفارس الأسود بالنسخة الوقعية من فيلم باورينجرز الذي صدر عام 2017 وقد شارك أيضا في فيلم أكوامان بالإضافة إلى توليه دور اليوم بفيلم موتال كومبات بالمناسبة لا يوجد تأكيد رسمي من قبل ديزني بأنها تستعد حاليا لإصدار نسخة واقعية من دراغون بول ومن هنا نستندج بأن مشاركة اللودن لي لا تزال مجرد شائحات لكن على أي حال إصدار ديزني لنسخة واقعية من دراغون بول أمر أصبح شبه مؤكد بالطبع تتساءل الآن ترى لو نجحت ديزني في إصدار نسخة واقعية في دراغون بول فهل سيحصل على نجاح باهر؟ في الواقع ومن كل قلبي أؤكد لك أن هذا هو ما سيحدث حق ففي أسيا على سبيل المثال صدرت عدة نسخ واقعية قصيرة من دراغون بول والتي على الرغم من ضعف حجم ميزانيتها فإنها حققت جميعا نجاحا ساحقا بالأضافة إلى قيام بعض الهوات بعد فشل فيلم دراغون بول بتصوير عدة نسخ واقعية غير رسمية عن قصة دراغون بول على سبيل المثال دراغون بول زي تقب في الحديث كثيرا عنه حتى لا أحرقه في حال رغبتك في مشاهدته فعلى الرغم من كونه فيلما قصيرا ذا ميزانية بسيطة فإنه عظيم بالفعل فما يعجبني فيه حقا هي نهايته الملحمية ومن هنا نستنتج أن ديزني قد تنجح بالفعل في إصدار نسخة واقعية تاريخية من دراغون بول والآن أخبرنا بالتعليقات ما رأيك بتولي لودن لي دور جوكو بالنسخة الواقعية من دراغون بول فهل هذا مقنع للجماهير؟ بالمناسبة أرى أنه ليس من المفترض أن يكون داقم الممثلين أسيويين فقط فالمهم أن يكونوا بارعين فيه والآن في نهاية المقطع لا تنسوا الضغط على الزر الإعجاب إذا كنت من عشاق دراغون بول منذ طفولتك نراكم في مقطع مقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر